موسيقى البندقية M1 Carbine هي بندقية نصف أوتوماتيكية خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام ظهرت خلال الحرب العالمية الثانية حيث تم إنتاجها بكثرة وكانت تستخدم على نطاق واسع لم يقتصر على جيش الولايات المتحدة بل والقوات العسكرية والشبه العسكرية وقوات الشرطة إضافة إلى استخدامه المدني كما صدر الكثير منها إلى دول العالم الحليفة للولايات المتحدة وفي البداية كانت هذه البندقية مخصصة للقوات اللوجستية والقوات في الخطوط الخلفية إلا أن خفة وزنها وسهولة الاستخدام وفعاليتها جعلت الجنود في الخطوط الأمامية يفضلونها على باقي الأسلحة تستخدم البندقية M1 كاربين ذخيرة من عيار 7.62 مليمتر في 33 وكان هذا هو العيار القياسي لجيش الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية وكذلك في حرب فيتنام هذا ويعتبر النموذج M2 كاربين نسخة من البندقية M1 كاربين يمكنها إطلاق النار بشكل أوتوماتيكي وشبه أوتوماتيكي وفيما بعد أضيف منظار يعمل بالأشعة تحت الحمراء للنموذج M2 وسمي النموذج الجديد M3 وبالرغم من تشابه الأسماء بين البندقية M1 كاربين وبندقية M1 غاراند ريفل فالسلاحان مختلفان وعيار ذخيرتهما مختلف أيضا يمثل الحرف M مدير البندقية حسب تصاني في الجيش الأمريكي في حين يشير الرقمان 1 و 2 إلى تسلسل تطوير الأسلحة أو المعدات وكانت البندقية M1 كاربين و M2 كاربين البداية في مراحل التصنيف بموجب هذا النظام خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية وقبل الحرب العالمية الثانية تلقى الجيش الأمريكي تقارير تفيد بأن البندقية M1 كاملة الحجم كانت ثقيلة جدا ومرهقة بالنسبة لمعظم قوات الدعم كالقوات المسؤولة عن الاتصالات وعمال الصيانة في الجيش فتبين أن البندقية أعقد حركة الجندي حيث كانت تصطدم بكل الأشياء حولها وتنزلق من بين أيديهم بالإضافة إلى ذلك فإن استخدام ألمانيا لقواتها الخاصة التي تنتقل عن طريق الطائرة الشرعية والمظلات لشني هجمات مفاجئة وراء الخطوط الأمامية أدى إلى حاجة الوحدات غير الفعالة وقوات الدعم من سلاح دفاعي خفيف ذا مدى ودقة أكثر من الأسلحة الشخصية التي يحملها الجنود كالمسدسات فقرر الجيش الأمريكي بأن M1 كاربين هي التي ستفي بكافة المتطلبات من حيث صغر الحجم وكفة الوزن وفي عام 1938 طلب رئيس المشاة من قسم الدقاء لتصميم بندقية خفيفة فقامت جوناثان إيد براونينغ شقيق مصمم الأسلحة الشهير جون براونينغ بتصميم البندقية ولكنه توفي قبل أن يكملها وأتمها من بعده ديفيد مارشال ويليامز الذي كان يقضي فترة عقوبة في السجن وعندما خرج من السجن عينته شركة وينتيستر للانتهاء من بعض تصاميم جوناثان براونينغ وتشير بعض المصادر إلى أن عدد بنادق الإنلاند كاربيز بجميع أنواعها M1 و M1A1 و M2 و M3 كانت بحدود 2.4 إلى 2.6 مليون قطعة كذلك فإن شركة إنلاند كانت الشركة الوحيدة التي أنتجت البندقية الخفيفة M1A1 كاربيين حيث تم تخصيصها لقوات المظليين وكانت تتميز بوجود أخمص قابل للطي ومعظم بنادق M1 كاربيين التي تم استخدامها في الحرب العالمية الثانية كانت مزودة بمسدد رمي قابل للطي بالإضافة إلى زر أمان فيما كانت النمذج الأحدث مزودة بجهاز تسديد قابل للتعيير بالإضافة إلى تغيير زر الأمان إلى عتلة أمان وفي وقت ناحق تمت إضافة مقبض لتركيب الحربة كذلك فقد تمت إعادة التحوير العديد من البندق M1 كاربيين لأجل أن تتوافق مع المواصفات الجديدة كمسددات الرمي القابلة للتعيير وعتلات الأمان ومقبض لتركيب الحربة ومن الإضافات الأشهر المستخدمة في M1 كاربيين هو الحافظة العسكرية للرصاص والتي تحوي على مقزنين كل منها يحوي 15 رصاصة وتمت إضافته إلى الأخمص في يمين البندقية وبعد أن اشتهر استخدام البنانا كليب والذي يحتوي على 30 رصاصة أصبح المقاتلون يرسقون مقزنين رصاص يحوي كل واحد منهما على 30 رصاصة فيما أصبح يسمى بالجنغل ستايل والذي أدى لصنع حامل سمي بماجازين T3A1 أو جنغل كليب والذي كان بإمكانه حمل مقزنين بدون أن يتم رسقهما مع بعضهما البعض وبنهاية العام 1944 اعتمد النموذج M2 من إنتاج وينشستر وإنلاند وتم تزويد البندقية بمخزن يتسع ل30 رصاصة وفي أواخر الحرب العالمية الثانية تم إنتاج نموذج M3 كاربين والمخصص للقتال في الليل حيث تم تزويد هذه البندقية بمنظار يعمل بالأشعة تحت الحمراء واعتبر هذا المنظار قفزة في مجال القتال الليلي بالرغم من أن فعاليته لم تكن تتعدى المئة ياردة بالإضافة إلى كبر حجمه وثقله نسبة إلى المناظر الحديثة كما استخدمت البندقية M3 كاربين إلى جانب M2 كاربين على نطاق واسع في الحرب الكورية وقد كان لعائلة السلاح M1 كاربين سمعة مثيرة للجدل كسلاح غير مثوق به وعلى الأغلب فقد جاءت هذه السمعة قلال الحرب الكورية كيث فشلت هذه الكاربينات في العمل في ظروف شديدة البرودة في حين يعتقد البعض أن البندقية كانت تفتقر إلى المدى المؤثر والقوة الكافية لوقف القوات الصينية أو الكورية الشمالية وقد استخدمت M1 في الكثير من الحروب كالحرب العالمية الثانية وحرب الهند الصينية الأولى وأزمة السويس والحرب الكورية والثورة الكوبية وحرب بيتنام والحرب الأهلية الكمبودية والحرب الأهلية في أنغولا والحرب الأهلية اللبنانية وغيرها واستخدم الفرنسيون البندقية M1 كاربين جنبا إلى جمع البندقية MAS 36 الخاصة بهم في حرب الهند الصينية خلال الفترة ما بين عام 1945 و 1954 كما استخدمها جيش فيتنام الجنوبي خلال حرب فيتنام بالإضافة إلى أنه تم تزويد هذا السلاح لكل من ألماني الغربية وإسرائيل وكوريا الجنوبية والعديد من البلدان الأخرى يبلغ وزن M1 كاربين يبلغ وزن M1 كاربين 2.4 كيلوغرام وطولها 90 سنتيمتر وطول السوطانة يبلغ 46 سنتيمتر وتعمل هذه البندقية باستخدام الغاز ويبلغ مدى النيران التي تطلقه 750 طرقة في الدقيقة وسرعة إطلاق الرصاصة يبلغ 607 متر في الثانية والمدى الفعال لإطلاق النار يبلغ 270 متر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر